مساء الخير والسعادة على حضراتكم إذن اختتم القادة العرب قمتهم الثانية والثلاثين في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وده جي بعد الموافقة على إعلان جدة والحقيقة كانت هذه القمة فتحت الكثير من الجراح والأوجاع للوطن العربي وطبعا بالتأكيد يجي على رأسها القضية الفلسطينية اللي منذ أيام كانت ذكرى نكبتها الخمسة والسبعين ومن هذه الأوجاع الوليدة زي الأزمة السودانية يعني يمكن عد عليها شهر مرورا بباقي هموم وأوجاع وألام الوطن العربي من لبنان صغير المساحة كبير الأزمات لليبيا لليمن وبالتأكيد الأزمة السورية شعوب بتدفع تمن غالي من عمرها ومقدراتها ومستقبل ولدها ويمكن نهاردة القمة شهدت بدرة أمل بالنسبة للجميع بعودة سوريا للحضن العربي وده جي بمشاركة الرئيس السوري بشار الأسد بعد غياب دام 12 سنة في الجميع العربية مش هتخلانا كلنا نتفائل الحقيقة يعني أنه يكون فيه مستقبل أفضل بكرة في سوريا أنه يكون فيه أفضل فيما يخص الأزمة السورية على كل حال القادة العرب اتفقوا في البيان الختامي للقمة على ضرورة التكاتف من أجل حل قضايا الأمة العربية والتعاون العربي العربي ويمكن دي حالة وصفها الحاضرون للقمة بأنها يعني حالة يعني غاية في الإيجابية ومرحلة تسمى بمرحلة التعافي العربي والتعافي ده بإذن الله يكون مفتاح لحل أزمات الوطن العربي الغني بشعوبه وبثرواته الوطن العربي الليه دائما ما يكون محور الأحداث في العالم عشان كده النهاردة كان فيه يعني حضور لقمة طرفي الصراع الروسي الأوكراني الأهم حول العالم واللي بالتأكيد هذه الحرب وهذا الصراع لانعكسات كبيرة على كل اقتصادات العالم ويعني أثرت بشكل كبير وشديد على الجميع وبتأكيد دولة العربية متأثرة بهذا شفنا النهاردة حضور للرئيس الأوكراني زرناسكي وخطاب أيضا من الرئيس بوطن للقمة العربية